ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله في هذا اليوم وهو اللقاء السابع عشر سوف نستكمل ما بدأناه في المحرمات من النساء على سبيل التأقيد اليوم سننظر إلى الأحكام المتعلقة بالمطلقة ثلاثا كم طلقها يا عبد الرحمة يا شيخ أبو بكر كم طلق منحها الشارع للرجل ثلاث صح كده طب لماذا لم يجعلهم له جملة واحدة وقال الطلاق مرتان ثم بعد ذلك فإن طلقها لماذا الشارع جعل للرجل حق إقاع الطلاق ثلاثا وأبين إقاعهن بأن يكون على وجه التفريق لأن الأصلة في الزواج أنه شرع للتأبيد للايه وأن الطلاق أو الفرقة بالتطليق للضرر بسبب من طريق القاضي ده إيه كعلاج للقضاء على الشقاق والتمازع بين الزوجين ولذلك الشارع جعل الطلاق مفرقا بحيث إنه إذا ما أوقع المطلقة الطلقة الأولى فقد يندم على تصرعه في إقاع الطلاق فشرعة الرجعة فإن شق عليه الأمر وضاق صدره له إقاع الثانية وله أيضا الرجعة في الثانية فإذا طلق الثالثة حرمت عليه والحرم الحادثة أو الحاصلة بسبب إقاع الطلاق ثلاثا حرم مؤبدة أبو بكر والله يعلم حرم مؤبدة ولا مؤقتة مؤقتة تحل لمطلقها بعد أن تنكح فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا إيه غير يبقى إذن الطلاق ثلاثا ينشعنيه أن يؤدي سواء متفرقين أو مجتمعين يعني أي متفرقين أو مجتمعين طلقة 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 مجتمعين إذا طلقها طلقة الثلاث بلفظ إيه واحد أو طلقها ها ثلاث مرات متفرقة بس في جلسة في مجلس إيه واحد بنسميه طلاق الثلاث وأن كنا نرى مع الرأي الراجع في الفقه أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد يقع طلقة إيه يقع طلقة واحدة رجعية ولكن الذي أمضاه ثلاثا من قبل السياسة الشرعية هو سيدنا مين سيدنا عمر بن إيه الخطف هو الذي أمضاه إيه ثلاثا والقانون هنا في مصر يأخذ بأن طلاق الثلاث بلفظ واحد أنت طالق بالثلاثة أو أنت طالق ثلاثا أو الطلاق المتتهبع أنت طالق أنت طالق أنت طالق طالما في مجلس واحد فإنه يقع إيه طلقة إيه طلقة واحدة فإذا ما طلقت المرأة الطلقة الثالثة صارت محرمة على مطلقها تحريما إيه مؤقتا كيف تحل له التحل له بأربعة شروط بأربعة إيه شروط واحد حتى تنكح زوجا غيرا يعني تزوجها إيه شخص آخر زواجا صحيحا أو ولو فاسدا كما إيه سنرى أن تنكح زوجا إيه غيرا اثنين وأن يدخل بها الزوج الثاني دخولا إيه شرعيا صحيحا ثالثا أن يطلقها المطلقة الثاني وتنتهي عدتها منهم رابعا أن ينكحها المطلقة الأول لعقد جديد ومهر إيه ومهر جديد وبريضاها تمام بأكده ما هي الشروط التي يجب توفرها لكي تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها الأول أن تنكح زوجا غيرا أن يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا على تفصيل كما سنرى أن يطلقها أو أن ما نقول يطلقها ولا يفارقها ها لا هذا ما ممكن أن يموت السزوج الثاني أن يفارقها أن إيه أن يفارقها الزوجة الثاني سواء بطلاق أو بتطليق أو بموت أو بفاسخ ارتد تمام بأكد الأذك نحن نقول إيه أن يفارقها الزوجة الثاني بطلاق أو تطليق أو بفاسخ وتنتهي عدتها ثم يعقد عليها مين الزوجة الأول برضاها بعقد جديد ومهر إيه جديدين لنا عدة بقى تأملات إحنا بنقول إيه القرآن قال إيه حتى تنكح زوجا إيه غيره وقلنا الشرط الأولاني أن يعقد الزوج الثاني على المطلقة ثلاثا هل يشترط لصحة التحليل أن يكون عقد الزوجة الثاني زوجا صحيحا مستوفيا للأركان والشرط بمعنى أنه لو وقع نكاح الثاني فاسدا كما لو كان بلا ولي أو بلا شهود أو نكاح الثاني نكاح متعة فهل أو وقع بشهة فهل تحل للأول أم لا ها الجمهور من الفقهاء ما عدا فقهاء المالكية جمهور الأحناف والشافعية والحنابلة ها وفي مقابل المشهور عند المالكية يارون أن المطلقة ثلاثا تحل لمطلقها الأول حتى ولو كان عقد الثاني فعقدا فاسدا حتى ولو كان عقدا فاسدا لأنه نكاح كما لو كان نكاح بلا ولي وبلا شهود ليه لأن الشارع حتى تنكح زوجا غيره فالنكاح هنا أعم من أن يكون صحيحا أو يكون فاسدا ولكن الرأي الثاني قال أن التحليل لا ينتج أثره إلا إذا كان نكاح الزوج الثاني صحيحا أن يكون العقد صحيحا والوطء حدث في نكاح صحيح وعليه فلو كان نكاح الثاني فاسد كنكاح بلا ولي أو بلا بينة أو بلا شهود فلا تحل المطلقة الأول قياسا على الوطء الحادث في نكاح الإي في نكاح المتعة في نكاح الإي في نكاح الإي في نكاح المتعة والرأي الراجح من الفقهاء أنه طالما أن هذه المرأة المطلقة سلاسل نكحت بعقد جديد وهذا العقد وإن وقع فيه وجه للفساد فإنها تحل للزوج الإي تحل للزوج الإي تحل للزوج الإي الأول الملكية بيقولوا لا لأن حتى تنكح زوجا غيره النكاح والزوجية في قوله زوجا إذا انصرفت فإنها تنصرف الإي للنكاح الصحيح للعقد الصحيح وليس العقد الإي الفاسد قالوا لا المعول عليه حصول الوطء من الثاني في عقد نكاح والوطء في النكاح الفاسد كان يترتب عليه بعض الأي بعض الأي الأصار كوجوب مهر المسل ووجوب العدة فكذلك أيضا يترتب عليه التحليل تمام بقى كده خلاص الملكية بيقولوا لا بيقولوا هذا النكاح يجب أن يكون صحيح حتى يترتب عليه التحليل لأن الزوجية والنكاح وقال المولى حتى تنكح زوجا غيرا زوجا أي زوج في زواج صحيح ونكاح نكاحا صحيحا وإذا كانت لفظ الزوجية هنا الزوج مطلق والنكاح عام إلى أنه إذا انصرف على لسان الشارع فإنه ينصرف إلى النكاح الصحيح وكما أن الوطء الحادث في نكاح متعة أو في نكاح المؤقت ليترتب عليه التحليل فكذلك أيضا النكاح في الإيه الفاسد ليترتب عليه الإيه ليترتب عليه التحليل كما قالوا أيضا لا يفوتكم أن النكاح الفاسد يحرم فيه الوطء قبل الفسخة أو إيه أو بعد فكيف نرتب عليه أثر وهو التحليل النقطة الثانية ما رأيكم هل المولى قال حتى تنكحها زوجاً غيرها فنمهد لهذا ونقول أن لفظ النكاح في اللغة له يفيد أو من قبيل المشترك اللفظ إيه هو المشترك اللفظ واللفظ الذي له أكثر من معنى أو له حقيقتين لغويتين بوضع من الشارع كلفظ قر فإنه وضعت للطهر والحيد والمحيد فحتزن النساء في المحيد لزمن الحيد وما كان الحيد وعس عس بمعنى أقبل وبمعنى إيه وبمعنى أدبر والخال على أمة الحسن عند المرأة والخال اللي هو أخو الأم أو القريب بالمصاهرة فكذلك لفظ لفظ النكاح فإنه قيل أنه من قبيل المشترك اللفظي بين معنيين هما المعنيين لو معنى العقد وبمعنى الوطن وَلَا تَنْكُحُمَ الأصل وزوجة الفرع تحرم بمجرد العقد فيكون لفظ النكاح هنا المقصود به العقد للإيه العقد للإيه للوطن ماشي بقى كده ولكن حتى تنكيح زوجاً غيرها قالوا أن المعنى المراد هنا ليس العقد بل هو الإيه بل هو الوطن ما شئتم إلا الإيه إلا إيه الجماع ماشي بقى كده وقال فأنا شئتم ها أي في أي موضع فأنا شئتم ولكن لما قال فأتوا حرسقهم قرين على أن إيه شئتم يكون في الإيه في القبر فهنا كذلك حتى تنكيح زوجاً غيرا فإن كان لفظ النكاح يحتمل الوطن والعقد إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن المعنى المراد من المعنين عندما قال سيلته ويذوق سيلتها لمين للصحابي الذي طلق زوجته الورفاعة القراضي عندما طلق زوجته ثلاثاً وتزوجت عبد الرحمن ابن زبير ثم تلق عبد الرحمن قبل أن يدخل قبل أن يدخل بها فأرادت أن ترجع لزوجها فالرسول صلى الله وسلم أخبارهم بأنها لا تحل له ولا يحل لها حتى تنكو تذوق سيلته ويذوق سيلتها وسيلتها فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقصود به هنا الوضع ومن هنا نقول هل عقد الثاني كاف لعباحة المطلقة ثلاثاً أو لحل المطلقة ثلاثاً لمطلقة الأول أم أنه يجب العقد والوضع الاثنين معاً وهل يجب في حال الوضع التقاء الختانين فقط أم لابد من الإنزال يبقى دولك باحتمال احتمالات ثلاثة هل المطلقة ثلاثاً تحل لمطلقها الأول بالعقد فقط أم بالعقد والدخول دخولاً شرعياً حققياً من الثاني وهل يقف في التقاء الختانين فقط أم لابد من الإنزال فهو لك ثلاثة احتمالات بثلاثة بثلاثة أقوال القول الأول أحناف مالكية شافعية حنابلة قالوا أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها الأول إلا بالعقد والوطء معاً بالعقد إيه فالعقد وحده لا يكفي لتحليل المطلقة ثلاثاً فلابد من أن يدخل بها دقول الحقيقية طب دللكم على كده قالوا دليلون من أربعة أوم أو من أربعة أدلة قالوا دليلون من الكتاب ودليلون أبو بكر هتناموا لئيه طب صح صح شوية كده ها دليلون من الكتاب ودليلون من السنة ودليلون من الإجماع والعقل لما نيجي نقول الدليل بالكتاب نقوله علي ها فإن طلق فلا تحل له حتى تنكحة السادة الأحناف وتبعاهم المزاهب الأخرون قالوا حتى تنكحة المقصود بالنكاح هنا الوط المقصود بالإيه بالوط تبدل لكم على كده قال الزوجا غيره ها زوجا غيره فالما يستفاد من كلمة حتى تنكحة أي الوط ومن كلمة زوجا فإنه لا يوصف بالزوج إلا إذا قال الزواج صحيح في نكاح إيه صحيح فالآية اجتملت على العقد والوط فكلمة العقد قالوا إنها مستفادة من قولها حتى تنكحة أي يدخل بها دخولا حقيقيا والدخول المجرد عن العقد ما ينفحش لإنه قال زوجا غيره ولا يتصف البعل بالزوجية إلا إذا كان زوجا في عقد زواج إيه في عقد زواج إيه زواج صحيح لأننا لو حملنا أن المعنى للنكاح هنا العقد لكال ذلك تكرار ها تكرار لللفز والتكرار يبقى حتى تنكحة يعني تعقد وأن تكون الزوجية صحيحة هيبقى هنا فيه إيه تكرار والتأسيس أفضل وأولى من التكرار فنحمل قوله حتى تنكحة زوجا غيره على الوط والمعنى الثان وقوله زوجا على أن تكون ذلك النكاح أو الوط في إيه في زوجية إيه في زوجية صحيحة تبدل لكم على كده من الإيه من من الإيه من الكتاب تبدل لكم على السنة قالوا عندنا عدة أدلة أو ثلاثة أدلة من السنة الأول اللي هو مهروية أن ها رفاعة ها أو السيدة عائشة روت عن رفاعة أن رفاعة الصحابية الجليل رفاعة القراضي طلق زوجته ثلاثا ففارقها ثم تزوجها عبد الرحمن بن الزبير تمام بقى كده فبانت منه فلا يعني فاعترض عنها فاعترض ايه فاعترض عنها يعني لم يصل إليها كما يصل الأزواج لزوجاتهن تمام بقى كده فاشتكت لرسوله فقالت يا رسول الله إن رفاعة اللخن طلقة طلقة البت أو بنت منه فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وأنا لم أجد معه إلا هدبك هدبة الثوب يعني عنده مرض العن فقال فقال لها لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة فقال لها لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك تمام بقى كده وابن عمر وأنس ابن مالك وروي أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أن رجلا ولم يسمي هذا الرجل هو رفاعة ها تطلق زوجته سلاسا ثم تزوجها رجل فدخل بها وأغلق الباب وأرخى الستر ثم تطلقها قبل أن يصل إليها فهل تحل له فقال لا تحل له حتى لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الآخر تمام بقى كده وروي عن السيدة عائشة رجل الله عنها في تفسيرها لمعنى العسيلة التي ورد في ورد لفظها في حديث رفاعة القرزي بأنها بأنه هو الجماع تمام يبقى أنا عندي هنا المشترك اللفظي بيكون بين معنين لغويين متساويين لامزيا لأحدهما على آخر كيف يرفع الاشتراق ببيان من الشارع ببيان من من الشارع وكد جاء البيان من الشارع الدمى بيّن أن المطلقة ثلاثا من رفاعة لتصح حتى يذوق الثاني هو عبد الرحمن ابن الزبير عسيلتها فذلك دليل على أن المعنى المراد من قولية حتى تنكح زوجا المراد به العقد والإيه لا المقصود به الوطع المقصود به إيه فالرسول نبيّن المعنى المراد كبيانه اصنعوا ما شئتم في حالة الإيه في حالة الإيه في حالة الإيه أضمحين طب دعوة الإجماع جاءت منين السادة الأحناف نقلوا دعوة الإجماع على حلية المطلقة ثلاثا لمطلقها الأول بالعقد والوطع إيه معا فنجد أن الكساء الزيلعي في تبيينه للحقائق قالوا وأجمع أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها الأول إلا بالعقد والوطع معا ولم يشذ عن ذلك من التابعين هو هذا قول الزيلعي إلا سعيد بن المسياب وأيضا والخوارج وابن حزم الظاهري وأيضا وبشر المريس بن الإيه من فقهاء الشافعية وهو يقول أي زيلعي أن مخالفة من خالف وقال أنها تصحب العقد فقط كسعيد بن المسياب هذا لا يقضح في دعوة الإجماع لا يقضح في دعوة إيه الإجماع لأنه قول شاذ فهو من قبيل الخلاف للاختلاف لأنه لا يستند إليه لا يستند إلى دليل لا يستند فالقول فإنه القول بأنه تحل بالعقد فقد خلاف وليس اختلاف فلا يستند إلى دليل بدليل أنه لو رفع مثل هذا الزواج الذي عقد فيه الثاني ولم يدخل فإن القاضي يحكم بعدم حلية المطلقة ثلاثا لمطلقها الأول يعني لا يعتد إيه لا يعتد به يبقى دعوة الإجماع على أن أهل العلم قالوا يا شيخطاها بأنه المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها الأول إلا بالعقد والوطء معا ومخالفة من خالف وكالتحل بالعقد فقط فهو قول شاز لا مستند له بل هو يعتبر خلاف لا اختلاف تمام بقى كده احنا وعدناكم بالدليل من الكتاب والسنة والإيه ها والإيه والإجماع وأما الدليل من العقل احنا وعدنا في دليل ربح من العقل قالوا الرجل الذي المطلق عندما طلق ثلاثا خرج عن المستحب شرعا ولا لا النكاح مشروع على سبيل التأبيد والطلاق علاج لحالة الشقاق والنجاع صح كده والطلاق المباح شرعا هو الطلاق الرجعي الذي تحكمه رجعا والطلاق المباح والمستحب شرعا أن يقع على وجه التفريق فلا فلا يسرف في الطلاق فإذا أصرف في الطلاق يعدك أساء في استعماله للرخصة التي رقصها الشارع لك أساء الرخصة أو قال له ثلاث مرات ووقعه مرة واحدة أو قال له الأولى ثم الثانية ثم الثالثة أو أمسك اتق الله فإنه لم يتق الله لكي يجعل له بقرد فأوقع الثالثة فقال هذا يستحق العقوبة يستحق العقوبة والردع والزجر بأن تنكح زوجا غيره ونكاح من الزوج الثاني بالعقد وحده ليس فيه مرارة ولا غضاضة ولا غيز للأول العيقز أوي ويقدب أوي تناوب الفحل على الحلية يبقى لذلك قاله أنها لا تحل إلا بالعقد وبالوطئ معا حتى يعامل المطلق ثلاثا بما يبغد كما عمل ما يبغد هو الذي يبغد الله هو الطلاق وأوقعه ثلاثا على نحو خلف الشريعة فلما عمل بما يبغد عمل أيضا بجنس العمل وهو ما يغيظه ويكون فيه مرارة تمام بأك لأن التناوب على الزوجة لعندهم دم خلاصي عنها تمام ومن هنا منع مين منع منع سائر المسلمين من الزواج من مين من الزواج من مين يا شخص أنا وانت اتمنعنا من زواج مين ولا سابهون ها يعيش من أمهات المؤمنين حتى لا يكون في ذلك غضاضة ولا إزاء ولا إغاضة للرسول صلى الله عليه وسلم تمام بأك كده الرجل ده أساء الأدب وأساء الرخصة المباحة لو فطلق ثلاثا ها يبقى لازم نعمله بما يردع وبما يزجر والردع والذجر ليس بكاف حصوله بمجرد العقل ولكن الدخول دخولا حقيقيا وكد يجد الزوج الثاني شيء قد فقده في الزوجات الأولى وكد تجد الزوجة الثانية كزوجة رفاعة ما ولكن وجدت في رفاعة ولم تجد في عبد الرحمن مثل ما هو موجود في يعني كد تجد في الزوجة الثانية من خلق وحسن معاملة وحسن صعبة ما لم يوجد في المطلق الأول فقد تحسن العشرة معه وتستمر المعيش يبقى هنا القول الأول الذي عليه الجمهور ولم يشذ في ذلك إلا سعيد ابن المسيب والخوارق والشيعة الإمامية وابن حزب الظاهري قالوا وبشر المريسي من فقهاء الشفعية فقال أنها تحل بالعقد فقد قلنا هذا مخالف لدعوة الإجماع ومخالفتهم هذه للإجماع الشذة لا تؤثر ولا تقدح في دعوة الإجماع تماما بقى كده يبقى الكتاب وسنة وإجماع ومعقول القول الثاني في المسألة اللي هو قول من بقى اللي هو قول سعيد ابن المسيب قال إيه أنها تحل بالعقد إيه فقط طيب حيستدل بإيه بقى ها ها بعموم حتى تنكح فهو قال إيه ها قال حتى تنكح زوجا غيره الجمهور بيقول المعنى المراد هنا هو الدخول الوالواط هو بيقول لا ده المعنى المراد هنا الايه ها العقد ومثله ومثله فين ها حتى تنكح ها لا ولا تنكح ما نكح أباؤكم من الايه فكما أن العقد بذاته كاف في تحريم زوجة الأصل على الفارع وكاف بتحريم زوجة الفارع على الأصل فالعقد هنا وحده كاف في التحليل كاف في الايه كاف في التحليل فهنا عمل بظاهر النص وبظاهر الآية وعموم اللفظ ولك أن تكون أنه حمله حمل لفظ النكاح على العقد دون الوط بقرينة ايه تأثير العقد وحده في حرم مثل ايه المساوب المصاهرة بين الأصول والفروة طيب احنا لو عاوزين نرد بقى على الإمام سعيد بن المسيب ها ها نقول لك مكس مكس سعيد بن المسيب ثلاثين عاماً لا يرى إلا في حلق الدرسه وفي صلاة الجماعة لا يخرج لأفراح ولا ثلاثين عاماً متواصلة ها لا يخرج لا يراه أحد من الناس إلا في حلق الدرسه أو في صلاة الايه أو في صلاة الايه الجماعة والإمام الشافعي لا يعمل بخبر الأحد إلا إذا كان متصل الايه السند تمام فأكيد فلا يعمل بالمرسل إلا مرسيل الإمام سعيد بن المسيب ليه إلا أنه ثبت عنده أي عنده مش عندنا احنا ما شفناهوش ها ثبت عنده أن سعيد وهو قريب عهد بهم أي بالتابعين أنه عدل ثق ضبط مأمون لا يروي إلا عن ثقات مثله إبقى لو حدث سعيد وأرسل الحديث فكان إيه فكان يأخذه فسعيد بن المسيب هنا هذا هو رأيه عاوزان نرد بقى على الإمام إيه ها ها احنا قلنا قدر وشأنه عشان ما يبقاش رد بتاعنا بقى عنه من أول من المنزل ها يعني لا نرد برضو ها إيه رأيكم واحد واحد أنه لا إشكالة في الآية بسبب الإشتراك أما قولي أي أبو بكر لا إشكال في الآية بسبب الإشتراك ليه ليه يا دكتور محمد لا إشكالة في الآية على مش المشترك بسبب إشكال ببعين المعنى المراد أي المعنى المراد إنه بنق liquor الإشكال الإشكال أي الخفاء ارتفع ارتفعisms ايه لا بزوجا عند البعض الاخر عشان يمعش في تقرار وفي ناس صريح ناس صريح رفع الاشتراك ها المرأة الحائد اعتزلها في زمن الحيد ولا مكان الحيد لا في مكان الحيد صح طب في ابنها من اين اصنعوا ما شئتوا صح كده طب احنا بنقول ان المقصود حتى تنكيح المقصود به الوطء مع العقل طب ليه قلت الوطء جي من اين يا عم الشيخ ايه اللي رفع الاشتراك حتى تذوق وشيلاته ويذوق وشيلاته يبقى الرسول بين المعنى المرأة يبقى لا اشتراكه في الايه بنرد السعيدة هو لا اشتراكه في الاية ها او كما يقول الاحنام انه يجوز الزيادة على النص ببوج بالسنة ببوج بالايه ويكمل بعضهما ايه بعضا فهو عبر بالنقاح الذي يحتمل الوطء والعقل وجاءت السنة بيانت اي المعنيين ايه المعنى ايه المرأة طيب رقم اتنين ما بيقول حتى تنكيحة ايه اشتملت ايه ها اشتملت العقد والايه والوطء والنكاح استعمل فيه المعنيين ولا لا في المعنيين انا ما احملنا اللفظ هنا على العقد فقط يبقى ده تخصيص بلا مخصص وتحكم ايه وتحكم باطل فانه جاء في القرآن استعمل تارى بالعقد وتارى بالايه وتارى بالوطء فكونك تحمله على العقد دون الوطء هذا تحكم بلا ايه دليل وتخصيص بلا ايه وتخصيص بلا مخصص بس كده قال لأخوك كمان تالتا قال من الفصاحة والبلاغة والبيان اننا نحمل حتى تنكيحة على الوطء وزوجا على ايه على العقد لان زوجا في زوجية وزوجية على لسان الشيء لابدت تكون صحيحة وهنا ما يكونش فيه التكرار في الفاظ الايه اه اقول حتى تنكيحة يعني تعقد يعقد زوجة يعقد عليها وبعد كده اقول في زوجية تاني لا يبقى كده ايه فيه ركاك ها لا التكرار افضل في الفصاحة والبلاغة ولا التأسيس ها للتأسيس هنا فاننا لو حملنا حتى تنكيحة على الوطء وزوجا على الزوجية والعقد يبقى هنا افادة لمعنة ايه جديد والتأسيس خير من التكرار عند اهل الفصاحة والبلاغة والايه والبيان كم واحدة كده ردنا على سعيد بكم واحدة ها تخد بقى كمان واحدة قال لك قول سعده قول شاد فهو خلاف لا اختلاف لانه ليس له ايه ليس له دليل فهو قول شاد فلا يغضح في دعوة الاجمع ولعل سعيد بن المسيب لم يصل اليه ها حديث مين رفاعة هتقول لي ازاي ده ابنتبعين وانت بتقول ليس لسه صيقة قولك يا اخي انظر لي سيدنا ابي بك بكان اكثر صحبة وملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم وليس له علم بحديث الايه ان الرسول اعطى للجدة السلس من الايه من الميراث هو عمر بن الخطاب ثاني الصاحبين ها لما جاءه ابو موسى الاشعر واستأزان ثلاثة فرجع فعتبه فقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا استأزان احدكم ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع يبقى الصحابة لم يكونوا على درجة واحدة في العلم والافادة والتحصيل لاحكم الايه سنة ربما وجد عند هذا ما لم يوجد عند ايه عند الاخر فبنى هذا حقا على من عنده وبنى هذا حقا على من عنده فلعل سعيدة بن المسيب ايضا لم يصل اليه حديث ايه حديث مين رفاعة او حديث العشيلة في حاجة كمان ممكن نقولها اه 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 او هذا ورد انه كثبت ان سعيدة بن المسيب شأنه شأن ابن عباس فابن عباس لما سمي حديث انما الربا في النسيئة روي عنه انه قال باباحة ربا ايه الفضل ولكن سبت ان الذي عليه ابن عباس في اخر عمره انه حرمها ربا الفضل وراجع عن القول بباحة المتعة النساء وقال انما هي الميتة والخمر والقنزير يعني محرمة حديما قطعيا في اخر عمره لما سئل بيقول له ابن عباس لقد قثرت المقالة في المتعة فصعد على المنبر وقال انما المتعة ما هي الا كالميتة والخمر ولحم الخنزير يعني محرمة تحريما ايه محرمة فكذلك سعيد ابن المسيب قاله الثابت انه قد رجع عن القول باباحة المطلقة ثلاثة لمطلقة الاول بمجرد العقد وانها لتحل له الا بالعقد والوطء ايه معا فهمان بعد كده اجبعنا الرد على سعيد ابن الايه ايه المسيب ليه لان في الناس يتقول له خلي خلي ابو باق يعقد على زوجة علي زوجة علي ما هوش متزوي يغلق الباب بس وبعد كده يفتح ويقول ايه ده كفا يبدأ معقد يبقى ايه خلاصة ها لا ما ينفعش احنا لازم الاثنين معا لا ويزاد على كده مين ابو الحسن الايه البصري تمام ده من التابعين ايه ده قال لا ده العقد وحده ما ينفعش والوطء كمان ما ينفعش لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها يبقى لابد ان يكون اتصالا جنسيا تما مصاحبا بالانزال لان ذوق العسلية ليكون الا بالايه الا بالانزال ده مين احنا بنقول له لا لان الاجماع قد انعقد على ان الوطء الصحيح الذي يكفي في ترتيب الاحكام الشرعية سواء كان في ايجاب الحد او في ايجاب الصداق اه او في ايجاب العدة فهو بمجرد التقاء الختانين انزل ام لم ينزل تب يقول له ده المقصود به العسيلة انه بنقول له لا ده الانزال هو غاية الايه غاية اللذة وغاية الايه وغاية اللذة ومنتهاها اما هي حاصلة بمجرد الايه بمجرد الايه الالتقاء الايه الختانين يبقى نستدبع من ذلك ايه ان المرأة المطلقة سلاسا تحل لمطلقها الاول خروجا من الخلاف في ان يكون نكاح الثاني نكاحا ايه صحيحا وان يكون الدخول بها دخولا ايه دخولا حقيقيا تمام بقى كده دخولا ايه حقيقيا ماشي عم شيخ طه ماشي لنا بقى عدة استفسارات ايه رأيك لو ان المرأة هذه تزوجت رجل الثاني وظهر ان الرجل الثاني مجبوبا او اتعمله عملية جراحية خانسر في الاعضاء التنسلية وشايلله الاعضاء التنسلية يبقى هيتحقك وط؟ طب ايه رأيك بقى هل تحل له ولا لا تحل؟ لا تحل ليه بقى؟ لأنه لن يتأتى منه الايه الشرط الثاني الوط طب ما الحكم لو صحقها فحملت؟ ها؟ يزبط النسب شرعا ولا لا يزبط؟ يزبط النسب ولكن عند الشافعية قولان في التحليل في هذه الحالة قيل تحل له في المجبوب اذا صحق وحملت لأنه ترتب عليه ثبوت الايه ثبوت النسب والرأي التاني قالك لا حتى ولو ثبت النسب هنا فان هذا ليس بكافل للتحليل الايه للتحليل الاول ماشي بقى كده؟ طب ايه رأيك في تعمل ثاني مع الحكم لو أن هذا المطلق الثاني دخل بالمطلق ثلاثا ثم ارتد ثم ايه الفرقة بقى ما كانتش لموته ولا بطلاقه ولا بفرقة بسبب الايه بسبب الايه القاضي فهل لو حدثت الفرقة بين الزوجة الثاني للمطلقة ثلاثا هل بالردة تحل المطلقة الاول ولا لا تحل في هذه الحالة لأن الردة لا تبطل ما سبق من اعمال هي طبط للإيمان بالنسبة للايه بالنسبة للايه بالنسبة للمستقبل تمام بقى كده؟ طب ايه رأيك لو أن المطلق ثلاثا ها الزوجة الثاني تلقى قبل الدخول ها ها تحل ولا لا تحل تحل على قول مين؟ سعيد ابن سعيد ابن المسيب ايه المسيب فقط تم ايه رأيك يا أبا بكر؟ طلقها زوجها ثلاثا ثم تزوجت الشيخ علي اللي من دولة بنين ها فطلقها هو الآخر ثلاثا قبل أن يدخل بها فتزوجها الدكتور محمد البرهامي ها ودخل بها دخولا شرعيا ثم تلقها فهل تحل للاثنين؟ ولا تتحل للأول فقط؟ ولا تتحل للزوج الثاني الأقراب؟ ها تحل المين بالظام؟ لا 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 قالك تحل للجميع ها نكاح الثاني يحلها ها لمطلقها الأول سواء كان واحدا أو ايه؟ سواء كان واحدا أو متعددا تم الحكم لو أن الزوج الثاني دخل دخولا حقيقيا وفارق بالموت مات؟ يبقى ايه؟ يبقى تحل في هذه الحالة؟ طب ايه رأيك نحن نقول أن الخلوة الشرعية تكون مقام الوطء في كثير من الأحكام؟ يعني الرجل إذا عقد على امرأة في نكاح صحيح ثم اختلى بها في مكان يأمنان الزوجان من اطلاع عليهم ولا يوجد مانع الشرع ولا طبع ولا حس بالحصول الوطن فإنهما إذا اختلي بعد ذلك فإنه يجب المهر ايه؟ قل له يجب نقول الخلوة تؤكد المهر عند البعض من الفقاء ولا لا وبها أخذ القانون في ايه؟ في مصفى المهر ويتأكد كله بالدخول الايه؟ الحقيقي أو بالموت او بالخلوة الايه؟ الصحية فما الحكم لو كان الزوجة الثاني عقدة وحدثت منه خلوة دون وطء؟ فهل تحلل الأول؟ هل الخلوة يترتب عليها التحليل وتكون مقام الوطء؟ ولا لا؟ هل ما ينفعش ليه؟ لإلي رفاعة أغلق الباب وأرخى الست وحاول يعامل الزوجة معانيش يتعامل معاها؟ وقالت أن له ألا كهذبة الثوب فتلقها فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى في خلوة رفاعة كفاية لكأنها تحلل للايه؟ لكأنها تحلل للايه؟ تكلها تحلل للاول في نقطة بقى مهمة في هذا الموضوع هل نكاح هذا الذي نحن نسميه بالتحليل؟ نكاح الزوج الثاني بيحلها للايه؟ للاول فإذا اتفق هنا بالشرط أو بالنية هل هناك من أثر لشرط التحليل أو النية في عدم حلية المطلقة ثلاثا لمطلقة الأول؟ رجل طلق زوجته ثلاثا قال له يا طه تعالى ده أنا وقعت في شرر ابتلاء وورطة ها؟ طلقت زوجتي ثلاثا وسألت أهل العلم فقالوا لابد من أن تنكح زوجا غيرا وعندما فحصت آوي لقيت سعيد ابن المسيب والإمام أبو حنيفة يجيز الايه؟ يجيز التحليل وسيرغى هذا الايه؟ الشرط ما تيجي يا شيخ طه اعقد عليها وبعد كده فرقها حتى تحل ليا هلقون أمن فرضين يا إما أن تكون النية التحليل متوفرة ولو قلنا أنها متوفرة كدت تكون عند طه بس اللي هو المحلل وقد تكون عند الزوجة فقط وقد تكون عند الزوجة والمحلل وقد تكون عند المحلل والمطلق الأول وقد تكون شركة ثلاثية تفقوا الثلاثة مع بعض على التسر المستعار ده فالسؤال هنا يا أستاذ جمعة هل النية التحليل أثر في صحة أو عدم صحة المطلقة ثلاثا من المطلقة الأول؟ فإذا كان الزوج الثاني هذا تزوج وفي نيته أن يحلها أو هي أرشادة المرأة خطابته وفي نيتها أن يحلها وبعد كده يفارقها أو أنه أحد تزوجها بناء على طلب من الزوج المطلقة الأول فهل يترى نية التحليل تفسد النكاح الثاني وتوقعه فاسدا فلا تحلل الأول؟ هذه النقطة النقطة التانية تم الحكم لو أن التحليل في النكاح كده ورد كشرط وبعد من بنود عقد زواج الثاني فما هو الحكم في هذه الحالة؟ هذه مسألتين هم هم دول أكثر وقوعا في الحياة العملية حبيبي الأحناف والشافعية الأحناف وإيه؟ الأحناف والشافعية قالوا النكاح ده على الرغم الشافعية بيقولوا أن النكاح أقرب للعبادة الشافعية بيقولوا النكاح أقرب لإيه؟ للعبادة لذلك قالوا لا يصح إلا بأقوال مخصوصة قصرة فلا يصح إلا بالعربية صحة كده؟ ولا يصح إلا باللفظ الذي ورده في القرآن تزوجتك وأنكحتك أو أنكحتك إيه بلفظ تزوج والنكاح لأنه عبادة ولكن هنا ما مشيوش على المقدة بتاعهم الأحناف والشفعية قالوا أنه لا أثر مطلقاً على نية التحليل في حلية المطلقة ثلاثاً لمطلقها الأول سواء كانت نية التحليل عند الثلاثة أو توافرت عند المرأة خطابته لكي يحلها الأول أو أن نية التحليل موجودة عند الزوج الثاني طاه عشان يقدم معروف للبرأة المطلقة دون أن يخبر الزوجين فهما قالوا أنها النية أن الرسول قال إنما الأعمال بالنيات فليعبدوا الله مخلصين له الدين النية مجالها العبادات النية مجالها لإيه؟ العبادات فالنية السوء لا تفسد إلا الإيه؟ إلا العبادات وبالتالي فإن النكاح اللي هو الباعث عليه اللي هو النية التحليل عند الزوج الثاني أو المطلق الأول أو الزوجة نفسها لا تؤثر يبقى لا أثر للنية من اللي قال كده؟ كشافعي المالكية قالوا لا إحنا عندنا رأي غيركم إحنا عندنا رأي غيركم نية الزوج الأول ليس لها اعتبار الزوج الأول إيه؟ يا طاه تعالى تزوج الزوجة عم عشان تحلها لي وطاه شايف إن الزوجة بسم الله مقبولة الشكل وغنية فقال له عني يا حاضر بس هو متجه على التقبيد والتاني متجه على الإيه؟ على التحليل أو هي اللي قالت له تعالى يا طاه عن التحليل الأول قال ده عندها متفدان ده أنا حاول شو أكسب ده أنا حدخل على التقبيد وش هدخل على الإيه؟ فالملكية قالوا له عبرة بنية التحليل لا عند الزوج ولا عند الإيه؟ الزوجة ليه؟ قال لأنهم ليس لهم من القبر شيء لأن مجرد العقد مصحوبا بتحليل أو غير مصحوبا بتحليل لن ينتج أثره إلا إذا فارقتها إلا إذا كان الزوجة تلكة فارق والمفارقة أي الطلاق والتطليق ليس بيد الرجل المطلق الأول ولا بيد المرأة وعليه فإن توافر نية التحليل عند المطلق ثلاثة أو عند المطلقة لا تؤثر وما للذي يؤثر مين؟ ها؟ اللي هو الثاني لو هو دخل عقدة بنية حتى ولو بنية المعروف ما فيش اتفاق ولا شرط بنية إنه يقدم إحسان ويجبع الأسرة دي تاني يبقى يفسد الإيه؟ يفسد النكاح لأنه تحايل وتلاعب على أحكام الإيه؟ على أحكام الإيه؟ على أحكام الشرط يبقى الجمهور من الأحناف والشفعية قالوا أن لا أثر لنية التحليل عند واحد من الأطراف الثلاثة ليه؟ لأن النية يظهر أثرها وفتادها في العبادات وليس في المعاملات والنكاح أقرب إلى الإيه؟ هو من المعاملات المالكية قالوا لا لا أثر لنية المطلق ثلاثا ولا أثر لنية للزوجة لأنه ليس بيدهم شيء لأنها لا تحل إلا بالمفارقة والمفارقة في يد الزوج الثاني فهو إن والتحليل ولو بقصد تقديم الإحسان والمعروف وتعاونوا على البر والتقوى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هل ده مجاله مش من هنا؟ ده مجاله في الصداقات والقرب والمرض والمواساة والكلام دلول تعاونوا على البر إنما هنا المقام مقام غضاضة ومقام غيز ومقام رضع ومقام الزجل ده ما ينفعش فيه إحسان ده مين؟ ده مين؟ عند الملكية الجماعة الحنابلة قالوا لا النية نية التحليل تؤثر مطلقاً تؤثر إيه؟ تؤثر مطلقاً فإذا كان التحليل متوافر عند الثلاثة أو متوافر عند إثنين منهما أو توافر عند أحدهم أياً كان فإنها لا تحل للمين؟ فيقع النكاح الثاني حتى فاسداً لأنه تحير على أحكام الشرف لقلبي كده مين؟ لقلبي كده الحنابلة الصورة التانية اللي هما ذكروا في العقد في صلب الإيه؟ في صلب الإيه؟ العقد أنه متى دخل بها أو متى أحلها تلقها أو تشترط عليه الطلاق بمجرد الدخول إيه؟ بمجرد تقوله هو يشترك أنه تزوج يقر بأنني بمجرد وطأها صارت طالقة أو أنها مطلقة أو فارقتها بمجرد الإيه؟ الدخول ووجد هذا الشرط في صلب العقد سواء الشرط قبل العقد أو ملاحق مصاحب لمين؟ مصاحب للإيه؟ مصاحب للإيه؟ للعقد سواء اقترن أو كان إيه؟ سابق وممهد إيه له فنقول أنه في هذه الحالة يقع النكاح باطلاً عند مذهب الجمهور كلهم معدى مين؟ المعدى أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني يبقى هنا إذا كان النكاح وقع بشرط التحليل للمطلق الأول فإن النكاح هنا باطل شأن شأن النكاح المتعة وشأن شأن النكاح المؤقت من الذي قال بذلك؟ قال به أبو يوسف من الحنفية وبه المالكية قال وبه قال الشفعية وبه قال الحنابلة ليه؟ قال له لإن نكاح التعليل الرسول قال فيه لعن الله المحلل والمحلل له وأنه وصف المحلل بأنه التيسل إيه؟ التيسل إيه؟ المستعار وإن سيدنا عمر بن الخطاب قال للذي أراد أن يحل المطلقة ثلاثة لعمين قال له ولو تقدمت لرجمتك لو تقدمت لإيه؟ فمما يدل لأن نحن بنقول أن ترتيب العقوبة على الفعل يستوجب الحرمة والصارق والصارقة ما هو قال السارقة حرام؟ قال لا والصارق والصارقة فاقطعوا أيديهما والزانية والزانية فإيه؟ فاجلدوا تمام؟ فترتيب العقوبة على الفعل صيغة من صيغة التحريم فمدام أن النكاح المحلل أوجب اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله وأن عمر أوجب فيه الرجم وأن عبد الله بن عمر كان يقول كنا نعد التحليل في زمن رسول صلى الله عليه وسلم زنا ولو بقي عشرين إيه؟ المحلل بقي معها عشرين عاما بدام دخل بشرط الإيه؟ بشرط التحليل وبالتالي يبطل العقد ويبطل الشرط يبطل العقد ويبطل الإيه؟ والشرط ويجب أن يفسخ نكاح التحليل قبل الدخول أو أو بعده ولكن إن وقع فيه دخول وجب ها؟ مهر الإيه المثل وإن فسخ نكاح الثاني المحلل قبل الدخول لشيئة إيه؟ فإذا فسخ بعد الدخول وجب فيه أيضا الإيه؟ واجب فيه ايضا الايه العدة ولو فوسخ بعد الدخول فانها لا تحل المين للمطلق الايه ها للمطلق الاول ولكن يسقط عقوبة الزنا عند الجمهور من الفقهاء ليه يسقط يا استاذ علاء قالين فيه شبهة ايه بفيه ايه ها ورسول قال يدرق الحدود ده بالايه بالشبهات ايه ابو حنيفة قال لا ده العقد هنا مستوفي اركانه وشروطه العقد مستوفي ايه ها فهو احناف الجمهور لا يفرقون بين البطل والايه ها والفاسد فكل ما نهى عنه الشارع فهو باطل او فاسد فلا فارق بين قولنا الصلاة باطلة والصلاة ايه فاسدة وهذا بيع باطل وهذا بيع ايه فاسد فالباطل والفاسد عند الجمهور من الفقهاء هو ما نهى عنه الشارع سواء نهى عنه لاصله او نهى عنه الايه لوصفه تمام با كده والباطل والفاسد كل منهما لا يترتب عليه اثر عند الايه عند الجمهور من عدد فريدة الحاجة فالفاسد عندهم يوجب القبر بالدم ويوجب الاعادة في العام الايه في العام الذي ايه في العام الذي يليه الاحناه فيقوله لا هو الذي تزوج من امه وبنته واغته زي اللي تزوج من امرأة خطابها وهي مخطوبة للغير في فارق بين الاتنين فالمرأة فالمحرمات من النساء نهى الشارع عنها لا يجوز الزوج منهم لا بحسب الاصل ولا بحسب الايه ولا بحسب الايه الوصفه هو باطل وبيع المجنون وهبة المجنون فانه لم يشرع لا باصله ولا ايه ولا بوصفه وبيع الميته لم يشرع لا باصله ولا بوصفه ولكن القرد الذي اجتمل على فائدة ربوية فهو من حيث كونه قرد فهو مشروع ولكن بالنظر الى الفائدة الربوية فهو ايه حرام ليلة مخطوبة لنحمد فخطبها احمد على خطبة الاول فكونها امرأة اجنبية يصح خطبتها ولكن منظرا لكونها مخطوبة للغير فالرسول نهى لا يخطب احدكم على خطبة ايه اخيه شراء البطيخ ده حلال ولا حرام حلال طبعا لما يشتري وقت النداء وانا داخل المسجد يبقى نهى عنه ايه الشارع هما قالوا بقى هذا هو الفاسد مشروع بحسب الاصل ولكن منهي عنه بسبب الايه بسبب الايه بسبب الايه الوصف تب نعمل ايه الجمهور بيقول انت اشتريت وقت النداء او تزوجت مخطوبة للغير او خطبت وعقدت في الايه في العدة الكل ده لا يترتب عليه اثرة وان كنت تريد فستستقنف العقد من ايه من جديد الامام ابو حنيف قال لا ليه نبرم عقد من جديد احنا بلغة القانونيين اذا كان العقد في شق منه باطل او قبل الابطال فان الشق الباطل هو الذي او القبطال واحد هو الذي يبطل ليه نظرية انقاص الايه انتقاص العقد نطهره نشيل الحتة الايه اللي بايزة منه واخد بال حضرتها فقال دلوقتي الخاطب الثاني تعجل واعتد على الخاطب الاول طب هو راح يستبرأ زمته من الخاطب الاول والخاطب التاني عافى عنه وصفى عنه نفسد الخطوبة لايه نحنا ازلنا سبب الايه الفساد قلدت لابو بكر الف جنيه لمدة ستة اشهر في مقابل مية جنيه زيادة فلما الشيخ علاء وبخني قلت خلاص يا عام انا سيب له كمان عاشرة في المية مش اسقط الفائدة بس هسيب له عاشرة في المية الاصل يبقى نفسد العقد ليه اذا ازيلت الفائدة الربوية في هذه الحالة انت بتقول لي ان زواج التحليل في هذه الحالة بتقول لي ان العقد استوفى شرطه وركنه ولكن الفساد لامر خارج عن العقد وهو انه كد نوى او اشترط عليه ان الغلط من الزواج ان يحلها للاول خلاص نلغي هذا الشرط والنكاح لا يفسد بالشروط الايه الفاسدة يبقى ابو الجمهور بيقولوا ان النكاح ده اللي هو بشرط التحليل ده باطل وانتو بتقولوا يا احنا فاسد احنا مدرسيتنا بتقول ما فيش فارق بين الباطل والفاسد تمام بقى كده فاذا دخل فهو زينة ولكن تسقط العقوبة وان طلق بعد ذلك فانها لا تحلل الايه للأول وهو واجب الفسخ قبل الدخول او بعد الايه الدخول كلهم الفقهاء ومعهم مين ابو يوسف معادة مين ابو حنيفة ومحمد ابن الحسد ابو حنيفة وابو يوسف يقولوا لا النكاح ليس كالمعاوضات الماليه النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة فاذا اكترنا بعقد شرط فاسد فان هذا الشرط وحده هو الذي يفسد كالواقف الخيري اذا اكترنا به شرط فاسد فان الواقف لا يبطل ولكن الشرط الباطل هو الذي ايه والفسد هو الذي ايه يبطل تمام بقى كده وعليه في نكاح التحليل للمحلل ان يمسك وله ان يدخل بها دخولا ايه حقيقيا وان دخل بها دخولا حقيقيا ثم بدى له عدم مفارقة فلا يفارق وان طلبت هي المفارقة اذا كانت هي صحيمة الشرط او المطلق الاول هو الذي طلب المفارقة لكون هو فلا يعريهم اهتماما ولا يجب لهم ايه طلبا وان هو تجاوب ففسخ التفاهم بقى وفارق ها فانها حلت للايه حلت للاول مدام انه قد دخل ايه قد دخل بها في هذه الايه الحالة او بالعرض فقط اه على قول مين سعيد ابن ايه سعيد ابن الايه المسيب تمام بقى كده يبقى ابو حنيفة بيقول في هذه الحالة ان نكاح التحليل بشرط التحليل لا يمنع من حلية المطلقة ثلاثا اذا ما فرقها المطلقة الايه اذا فرقها الزوج الايه الساني تمام بقى كده غاية ما هنالك انه يصح العقد ويبطل الايه ويبطل الشرط محمد ابن الحسن وما ادراك بمحمد ابن الايه ابن الحسن قال لا انا زي الامام بتاعي بس مش مش معاه في كل اللي ذهب اليه ليس معه في كل ايه انا معاه ان التحليل وصف اوجب الفساد وهو خارج عن مهية عقد النكاح فنكاح الذي اشترت فيه التحليل استوفى ركنه وشرطه فهو صحيح بحسب الاصل الا انه طرق عليه الفساد بسبب اشترات الايه التحليل ونحن من مدرستنا ان العقد الفاسد يبطل الشرط الفاسد ويبقى العقد ايه صحيح بس انا من زي ابو حنيفة ابو حنيفة قال انه يبطل الشرط ويبقى العقد ولو دخل ثم طلق حلت للايه للأول انا بقول لا اذا طلق او مات الزوج الثاني مع شرط التحليل فانها لا تحل المين لا تحل للزوج الاول معاملة له بنقد قصده قياسا على القتل المانع للميراث فالقاتل اذا قتل مورس عمدا عدوانا بخير حق بغير عذر وكان القاتل بلغ 11 سنة في القانون اخذ بماذب الملكية فانه لا يارس فكما اننا منعنا القاتل من الميراث فاننا نمنع ايضا المطلق ثلاثا اذا اشترت التحليل في هذه الحالة معاملة له بنقيد ايه بنقيد قصده وسادا للذرائع حتى لا يقدم احد على شرط الايه على شرط ايه التحليل وهذه مسألة من المسائل التي تعم بها البلوة في مثل العصر بتاعنا وهي خون الرجل كان يسرف في اقاع الايه في اقاع الطلاق ثلاثا فيستنفذ ما جعل الله له فيه مندوحة ورخصة فتضيب به الأمر كما قال ابن عباس وسيدنا عمر بن الخطاب ان عمكة لم يتق الله فلم يجعل له ايه فلم يجعل له مخرجة الا مين الا حتى تنكح زوجا ايه حتى تنكح زوجا غيره ومن اتمام الفائدة هنا نقول هل طلاق الثلاث سلاسا ها ثلاثا في لفظ واحد او اقاع الطلاق في مجلس واحد في ثلاث طلاقات متتابعات هل هو امر مشروع شرعا ولا من قبيل البدعة ايه رأيكم ايه البدعة اللي بقى بس من اللعل كده اللعل كده الاحناف واللعل كده الملكية واللعل كده فقهاء الحنابلة بقدم انه يطلق ثلاثا ها في لفظ واحد او في مجلس واحد فهو ايه فهو فهو بدعة فكذلك هميثل مين من ضاق به الامر ها وطلق طلقتان ويطلق الثلاثة بلا ايه بدون امر ذو بال لسبب صغير الاولاد بيشتغيبش لطلباته او هي عرضته في نوع معين من الطبخ والعاجة فعلها ان تطلق في الطلقة الايه في الطلقة الايه السالس ولم يخالف في ذلك الا فقهاء الشفعية فقالوا ان الطلاق ملك ان الطلاق ايه ملك يملكه الزوج فيكون كسائر ملكه فكما ان البالغ العاقل الرشيد له ان يتصرف في ملكه كله مجمعا او مفرقا فالرجل ايضا له ان يكون باقاع طلاقه كله مجمعا او مفرقا ولكن لا نشيع الشفعية في ذلك فاننا نقول ان الطلاق ثلاثا بلفظ واحد او في جلسة واحدة ثلاث طلقات متتابعات فهو بدعة هو مثله الطلقة الثالثة المفرقة اذا كانت ليس لها باعث او امر ذو ايه بال ونصلي ونسلم على سيد الانبياء والايل والمشسلين ان شاء الله في اللقاء القادم سوف نتناول باقيه اشتركوا في القناة